شعب المصر الكريم أقول لكم بصدق وبعبارات واضحة أنني أقدر تماما حجم المعاناة التي تواجهها الأسرة المصرية في مواجهة الأعباء المعيشية أن نجمع عن الأثار الاقتصادية السلبية للأزمة العالمية المركبة التي خلفتها جاحت كورونا وضاعفتها الحرب الروسية الأوكرانية كما أؤكد لكم أننا لم ندخر جهدا لاحتواء هذه الأعثار السلبية بما نمتلك من قدرات وإمكانيات ولولا استعدادنا المسبقة بإجراءات اقتصادية فاعلة لكانت آثار هذه الأزمة مضاعفة ومؤثرة ولكننا بفضل من الله وبإدارة علمية وعملية دقيقة نجحنا في التعامل مع الأزمة ونتجاوز مراحلها الحرجة دون أن تتوقف عجلة الإنجاز أو تتعصر خطة التنمية وباتت بيننا ومعين تمام الانفراج خطوات إن شاء الله تكون معدودة وعلى التوازي مع جهودنا لتحقيق التنمية الاقتصادية كانت إرادتنا لتحقيق حالة مماثلة على المستوى السياسي إيمانا مني بأن حيوية المجتمع المصري بكافة مكوناته هي إضافة إيجابية للدولة ودلالات على ثرائها وقدرتها على الابتكار والإبداع ومن هذا الإيمان الصادق بقدرات المصريين على إيجاد مساحات مشتركة تجمعهم أطلق دعواتي للحوار الوطني